مجزل أهم وآخر الأنباء من قناة عدن الفضائية أهلا بكم استمع نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق روكن علي محسن صالح خلال لقائه قائد المنطقة العسكرية الثالثة رواء الركن محمد أحمد الحبيشي إلى المستجدات واطلع على حوال المقاتل للأبطال المرابطين في جبهات المنطقة ونقل نائب رئيس تحيات فخبة الرئيس المشير الركن عبد الرب منصور هدير رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة والمقاطرين البواسل مشيدا بما يسطرونه من بطولات وضضحية تاريخية في مواجهة الميليشيات الطائفية الإنقلابية التي تمارس أبشع الجرائم بحق اليمن واليمنيين أعبر نائب رئيس عن تقديره لدور الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتهم للشرعية ولدور الجيش الوطني في معركته المصرية ضد مشروع إيران التخريبي تسلم رئيس مجلس الجزراء دكتور معين عبد الملك رسالة خطية من رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصيل الشعبية الصديقة لكيتش يانج وتضمنت الرسالة التي تسلمها رئيس الجزراء خلال لقائه السفير الصيني لدى اليمن كانج يونج التعبير عن الشكر والامتنان لما أبدته اليمن من تضامن وتعاطف مع الجانب الصري الذي يكافح فيروس كورونا أكد رئيس مجلس الدولة الصرية الحرص على تعزيز التعاون مع اليمن في الجوانب الوقائية والعلاجية ومذي جهود مشتركة للحفاظ على الأمن الصحي والإقليمي والعالمي مشيرا إلى أن الصين ستواصل اتخاذ الإجراءات الفعالة وتضمن صلامة اليمنيين في الصين وغيرهم من المواطنين الأجانب معلما عن ثقته بأن لدى بلاده القدر الكافية لهزيمة وباء فيروس كورونا حيا رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك المرأة اليمنيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام منوها بمسيرة نضالها ولورها في قضم الأحداث العاصفة وتحولات التاريخية التي يشهدها الوطن وما تقدمه من تضحيات جسيمة من أجل حاضر ومستقبل اليمن أتوجه رئيس الوزراء في برقية دهنئة بالمناسبة بالتحية والإجلال لكل النساء اليمن للأدوار الرائعة التي أسهلنا بها ولازلنا ودورهن ومشاركتهم في مقدمة الصفوف دفاعا عن الحرية والكرامة وتسطي لشت صنوف القهر والظلم من الميليشيات الإنقلابية معلما عن تقديره المعاناة التي تتحملها المرأة اليمنيا في ذل الحرب التي أشعلتها ميليشي الحوثي الإنقلابية والثمن المضاعف الذي تدفع نساء اليمن على أيدي هذه الميليشيات الوحشية قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيدة الروكن تركي المالكي أن قيادة القوات المشاركة للتحالف نفذت عملية استهداف نوعية في مدية الصليف ضد أهداف عسكرية مشروعة تتبع للميليشية الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تهدد الأمن الإقليمي والدولي وضف العقيدة المالكي في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية أن الأهداف المدمر الشاملة عددا أو عدد ستة مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخقة المسيرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية دمرت مقاتلات تحالف العربي آليات عسكرية تابعة لميليشية الإنقلاب الحوثي في المحور الغربي الجنوبي الغربي لمدينة الجوف أسادفت مقاتلات تحالف بعدت غارات جوية مواقع تابعة للميليشيات الحوثية في مدينة مجزر جنوب غرب المحافظة كما قصفت مقاتلات تحالف مدرسة الدرب التي حولتها ميليشيات الحوثي إلى معسكر تابعين لها أسفلت الغارات عن سقوط العديد من عناصر الميليشيات بين قتل وجريح تدمير خمسة أطقم عسكرية تابعة لها أفادت مصادر عسكرية في اللواء الثلاثي مدرع أن معارك عنيفة حدثت في جبهات الفاخر بين قوة اللواء الثلاثين والقوات المشتركة والمقاومة وبين ميليشي الحوثي الإنقلابية وأكدت المصادر أنه نتج عن تلك الاشتباكات والمعارك مصرع القيادي الحوثي البارز عبدالقادر الكبسي وستمث أفراده في المواجهات لجبهات قطاع الفاخر والجب وبتار شمال غرب هذا وتقوم ميليشيات الحوثي بشل هجوماتها على مواقع القوات المشتركة والمقاومة في جبهات الضالع وتنتهي جميعها بالفشل مخالفة وتاركة وراءها جثث قتلها أصلى مشاهدين لختم المجز نشكرككم على حسن المتابعة وكل عام ولمرأة اليمنية والعربية بألف خير